اشتركوا في القناة اتسامة فلقاء فاعجاب بحبك وانا كمان بحبك شوية مؤامرات كده خفيفة عشان تروح تقابل بابا وبالفعل بيقابل بابا الدبلة في الايد اللي مين شوية مناوشات اثناء فترة الخطوبة والدبلة تنط في الايد الشمالي نقطة ومن اول السطر اتقفعل علينا الباب واخدت الحياة شكل مختلف ما هو قبل كده كان كل واحد مسؤول عن نفسه لكن دلوقتي بقيت انت أب وبقيت انت أم أو بقيت انت زوج وبقيت انت زوجة ايا كان نوع المشاكل وايا كان احنا ايه اللي وصلنا المراحل للطلاق انا مش دوري انه هارده نسرد مشاكل او ان انا عالج مشاكل احنا خلاص وصلنا لمرحلة صدام طب يا ترى هنقدر نتعامل ونتفاهم فيها زي اي اتنين متحضرين زي ما كنا الاول بنتعامل بمواده ورحمة مهربنا الف كتابه العزيز امساكم بمعروف او تسريحهم باحسان احنا ليه في الاول لما جينا عرفنا بعض او ارتبطنا كنا بنتفاهم وبنتناقش وبنقول كل حاجة حلوة ليه لما جينا قررنا نفصل بنتحول زي دولتين كبار كل واحدة فيها بتحاول تدك التانية من غير ما نرحم بعض ولا يبقى في بنا اي احسان لو جينا كده فكرنا في كلمة احسان هي جاية من ايه؟ من كلمة المحسن وهي اسم من اسماء الله الحسنة نقطة ومن اول الصدر وفي نفس الوقت لما بيجي يحصل انفصال لو انت بايدك او عندك المقدرة ان انت تديها حقها اللي الشرع قال عليه والقانون قال عليه ادهولها من غير مشاكل وفي نفس الوقت انت كمان عليك دور مهم لو حسيتي لان ده كان جوزك في يوم الايام ان هو غير قادر انه يديكي الكلام ده او غير قادر دلوقت ان هو يديكي حقوقك اللي هو مضى عليها او اللي هو اقر بيها قدام المجتمع وقدام الناس وقدام اهلك وحس ان هو فعلا غير قادر عليها حاول ترحميه من غير ما نخش في مشاكل لو حد فيكو كلف خطره وقبل ما ياخد القرار وصل لمحكمة الاسرة حيشوف مهازل وحيشوف اطفال بتنامع السلالم وحيشوف محامين كل همهم ان هم يحصلوا على فلوس في النهاية محدش كسبان من وراء كل المشاكل ديت اي مشاكل في الدنيا بالذات بين الزوج والزوجة مش هيدفع تمانها غير الاطفال وفي النهاية محدش كسبان اي حاجة الطرفين خسرانين خلصت حلقة النهاردة اشوفكم بخير